ينضم علينا من عمان دكتور تامر المصري الاستشاري الطب النفسي دكتور تامر يعني مرض الزهايمر هو من الأمراض المستعصية التي تؤثر على المهارات العقلية والاجتماعية للشخص ما هي أسبابه؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين يعني مرض الزهايمر مسببات مرض الزهايمر عبارة عن مجموعة أشياء أو مجموعة عوامل اللي نذكر منها اللي هي العوامل الجينية بتلعب دور كبير في الإصابة بالمرض العوامل البيئية أيضا بتلعب دور العوامل الصحية أيضا إذا فيه أمراض من مرحلة الشباب مثل الأمراض المزمنة زي بالذات مرض السكري فهذه العوامل مجتمعة بتأدي إلى تسارع حدوث مرض الزهايمر بشكل عام دكتور هل يمكن تصنيف هذا المرض على أنه مرض نفسي أم مرض عضوي يعني مسبباته تتلخص في أسباب نفسية وعوامل وظروف اجتماعية أم أن هناك أسباب أخرى فيسيولوجية طبعا للتفريق بين اللي هو خلينا نحكي في نوعين عنا من مرض الزهايمر يمتاز بضعف الذاكرة اللي هو الخرف الآن إحنا لما بننفرق بين الخرف هل هو خرف حقيقي أو إنه خرف كاذب اللي هو فقدان الذاكرة لأنه الخرف الكاذب عادة بكون مصاحب لمشاكل المزاج وبالذات الاكتئاب المزمن بينما الخرف الحقيقي هو من علامات الإصابة بمرض الزهايمر للتفريق بينهم هنا لازم نعمل عدة أمور حتى نميز أنه هذا خرف كاذب أو خرف حقيقي الخرف الكاذب طبعا بدنا ناخذ هستوري كويس من المريض بدنا نعمل الفحوصات اللي هي الأسباب العضوية اللي ممكن نتأدي أو نستثني الأسباب العضوية اللي ممكن نتأدي إلى الخرف الحقيقي أو فقدان أو ضعف الذاكرة الحقيقي منها اللي هو فحص بيتولف فحص الغدد الدرقية صورة رنين للدماغ ونقارن حجم الدماغ بالنسبة لعمر المريض إذا فيه أعراض اكتئاب بنتوجه اللي هو مشاكل أو للتصنيف إلى الخرف الكاذب طبعا هنا فيه نقطة مهمة في العلاج إنه الخرف الكاذب أو اللي خلينا نسميه اللي هو فقدان الذاكرة الكاذب في حالات الاكتئاب إذا اتحسن مزاج المريض وعطنا أدوية اكتئاب بترجع الذاكرة تماما وممكن تأخذ وقت سريع للتحسن بينما الخرف الكاذب أو فقدان الذاكرة الحقيقي هنا باللاحظ أنه فقدان الذاكرة بزيد ببطء مع الوقت ومع الزمن وما فيه أدوية حقيقية لترجع الذاكرة أو تحافظ على تسارع فقدان أو تسارع ضمور الدماغ طيب دكتور يعني معظم المجتمعات سن التقاعد فيها يبدأ من سن الستين وفي التقرير ذكر بأن هذا المرض ينشط بعد سن الستين هل يمكن الربط اليوم بين هذا المرض وبين جلوس الإنسان بلا عمل بعد أن أمضى حياته كلها في عمل وكد؟ بنرجع هنا للعوامل اللي هو الاجتماعية أو العوامل البيئية بدنا نحكي أنه مرض الزهايمر هو عبارة عن تغير حقيقي فسيولوجي في دماغ الإنسان العوامل الاجتماعية قد تسرع في حدوث المشكلة الفسيولوجية يعني المشكلة الفسيولوجية هنا ضمور بالدماغ وببدأ على أثرها ضعف في الذاكرة ضعف في التركيز تغير في المهام العوامل الاجتماعية قد تسرع من حدوث هذا الموضوع لأنه قد يكون مصاحب وفي كثير من حالات الزهايمر بيصير عندنا مشكلة اللي هو الاكتئاب وحالات القلق وحالات زي ما ذكرته بالتقرير قبل شوي حالات الشكل مرضي عرفت علي فهاي كلها مجتمعة بتساعد على تسارع وحدوث الأعراض بشكل أسرع وأوضح كيف يمكن أن نتعامل مع مريض الزهايمر؟ طبعا مريض الزهايمر يعني لازم يكون فيه مجموعة أشياء نساعدوا فيها أولا اللي هو الكشف بشكل منتظم عن طبيب الأعصاب أو الطبيب المختص لحتى نقارن هل فيه مشاكل صحية أخرى مصاحبة لمرض الزهايمر أو مرض الزهايمر نفسه سبب مشاكل أخرى في جسم المريض عندنا كمان اللي هو الدعم الأسري والدعم الاجتماعي ولازم أنا يعني دايما بنحكي أنه يا ريت اللاقي أماكن مخصصة لمرض الزهايمر يجتمعوا فيها يقعدوا فيها يكون فيه دعم نفسي نحاول نحافظ على المهارات اللي عندهم بالأوكيوبيشن الثرابي اللي هو العلاج الوظيفي العلاج اللي هو نساعدهم ينموا مهاراتهم قراءة إذا فيه مهارات معينة فقدت نحاول بالتمارين نساعدهم على أنهم يسترجعوها هاي نقطة النقطة الثانية لازم يطبع مريض الزهايمر كل ما امتد العمر أكثر كل ما صار بده رقابة أكثر يعني ممكن يطلع من البيت ويضيع ما رح يعرف يرجع للبيت ممكن يقطع الشارع بطريقة خاطئة وممكن يصاب بحالة دهس ممكن يستخدم الولاعة ويحرق نفسه كل ما زادت الأمور سواء يجب الاحتمام به كما نهتم بالطفل الصغير نعم صحيح فلازم مثلا نحط له سوارة عليها اسمه عليها رقم تلفون بحيث لو وجد في الشارع في مكان ما إنهم يحاولوا الناس يتواصلوا مع أهل أهلوه أو مع أقرب مركز بقدم له الرعاية شكرا جزيلا لك من عمان دكتور تامر المصري استشاري الطب النفسي شكرا لك اشتركوا في القناة